موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي في بداية كل شهر أيلول من كل سنة يبدأ موسم العودة إلى المدارس تبدأ كل دول الدنيا بتحشيد طاقاتها التربوية والتعليمية باتجاه وتحشيد مجتمعها باتجاه الدفع لإنجاز عام دراسي متميز لكل الطلبة وتوفق كل الإمكانات للنهوض بالواقع التعليمي في البلاد ومن سنة إلى سنة تطور تعليمها وتطور مناهجها وتطور قدراتها وأدواتها على خدمة العلم وخدمة تربية الأجيال لأنها تؤمن كل دول الدنيا تؤمن الدول المتقدمة أقصد الدول التي تحترم شعوبها والتي تحترمها شعوبها لأنها تؤمن بأن الأجيال هذه الأجيال الصغيرة أجيال المدارس والجامعات هي من يعتمد عليها لبناء الأوطان هي عماد هي العمود الأساسي لبناء الأوطان وعندما نترك كل ذلك وننظر إلى العراق ماذا نرى مع الأسف الشديد 18 سنة وكل هذه الأموال التي جاءت أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار عائدات النفط كلها بددت بالنهب والسرقة والفساد والخراب والمشاريع الوهمية وبالتالي نصل والأحاديث والكذب والإدعاءات والحكومات الباطلة التي تدعي المظلومية وتدعي حرصها على المواطن وبالتالي تأتي الإحصائيات ومن وزارات التخطيط مالتهم تحدث أنه عدد المدارس في العراق اليوم 14500 مدرسة أكثر من 8000 مدرسة من الـ 14500 تحتاج إلى أصلاح تام أصلاح جذري تحتاج أكثر من 8000 مدرسة الوزارة التخطيط تقول لدينا لدينا ألف مدرسة طينية والحقيقة أنه أكثر من 1800 مدرسة طينية موجودة في العراق موجودة في محافظات ذيقاء والبصرة والمثنى والعمارة والديوانية والنجف أكثر من 1800 مدرسة مبنية بالطين أو بالقصب حاجة العراق إلى المدارس تتجاوز دعش إلى 12 ألف مدرسة هذه كارثة مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تقول أنه هناك 8 ملايين أممي الآن من العراقين أكثر من نصفهم من النساء 8 ملايين بعد أن كان العراق خالي من الأممية وهذا له علاقة بالمدارس والتعليم ونظام التعليم المتسربين وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط نسبة الاتحاق والمدارس تقول 73% بالمدارس الابتدائية إذن 73% ما معنى أنه 27% من المتسربين في الابتدائية يعني كل عشرة يدخلون إلى المدرسة ثلاثة من عندهم يتصربون متسربين من البداية تقول أنه بالمدارس المتوسطة نسبة الاتحاق 57% بمعنى أنه أكثر من 4.5 طالب يتصرب من المدارس المتوسطة عن نسبة التصرب ويقولون أنه في العدادية نسبة الاتحاق في المدارس العدادية 30% إذن نسبة التصرب 70% وهكذا يا أزداد فبالتالي لدينا نسب عالي للتصرب وأهم أسباب التصرب هي الفقر هي الفاقة هي الأمية هي الحاجة هي الفوضى الاقتصادية الحاجة الاقتصادية 5 ملايين يتيم غالبيتهم يتركون المدارس لعالة عوائلهم لا يستطيعون عدم قدرة الأب وعدم قدرة العائلة على الصرف على ابنهم على أبنائهم في ذلك يتركون المدارس وبالتالي عدم جدوى التعليم لا قيمة للتعليم في العراق لأن المواطن وصل إلى قناة عنه لا قيمة حصل الماجستير والدكتورة إذا لم يكن منتمين لحزباً والميليشيا لا نكون أن يتعين وبالتالي يظل بالشوارع ويشتغل بقهوة ويشتغل بمحطة بهنزين أو يهاجر يرمي نفسه بأي زورق مطاطي لو يغرق لو يروح على حدود بيلاروسيا مثل اللي قاعدين على حدود بيلاروسيا الآن وغيرهم وغيرهم اللي يتاهين في بلاد الله الواسعة غالبيتهم من حملة الشهادات واللي يظاهرون يومية في كل أماكن من حملة الشهادات ولا تعين ولا يستطيعون وست ملايين موظف عدنا شنو ذول المعينيهم ونجابهم غير الأحزاب وهذه رصيدها في الانتخابات ورصيدها من الميليشيات ورصيدها من قواها الداعمة لها واللي توقف ضد التظاهرات وضد المطالب الشعبية هذا واقع الحال 18% من العراقين الآن الآن يتحدثون 18% من العراقين لا يجدون القراءة الكتابة أكثر من نصفهم من النساء وهذه تتطور طبعاً وغالبيتهم في المدن المدمرة المنكوبة المهجرين هؤلاء يعني ما عندهم فرصة للتعليم فتزداد الأمية ازداد الخراب وبالتالي احنا ليس لدينا موسم العودة إلى المدارس مع الأسف الشديد كل دول الدنيا تحتفل في مثل هذه الأيام بعودة طلابها إلى المدارس إلا في العراق وجاءت إضافة إلى ذلك جاءت نكبة كورونا جاءت نكبة هذا الفيروس كورونا فأدت إلى مصيبة وانتشاف كبير كل دول الدنيا استطاعت أن تواجه هذه الكارثة بالتعليم عن مبعد الله في العراق لا كهرباء موجودة لا أنترنية موجودة لا أجهزة موجودة لا قدرات لا مدرسين معلمين مدعومين من الدولة يستطيعون تقديم الخدمات بهذا الشكل لا قنوات تربوية وتعليمية موجودة بالتالي فشل وسنة بعد سنة الخراب يزداد والعراق خارج تقييمات كل دول الدنيا للتعليم في العراق مع أنه العراق كان كل دول الدنيا تأتي إليه لجامعاته وتدرس عنده وكثير من الناس أطباء وعلماء تسألهم من دول أخرى ويظهر أنه درس في العراق إما أخذ الدكتوراه من العراق أو أخذ الباكالوريوس وغالبيه تم أخذين الباكالوريوس والماجستير من العراق مع الأسف الشديد هذا واقع العراق الذي تطالب بلس خارت من أهله أن يذهبوا إلى انتخابات والذي يتحدث رئيس الجمهورية الحالي عن وزارة التخطط التي تخطط المؤسسات ويحاولون أن يضللوا في أن العراق بلد فاشل ومنهار وبلد فاسد وخرب وفوضى عارمة في كل اتجاه هذا واقع الحال مع الأسف الشديد مع ذلك ليس لنا إلا أن نهنأ أبنائنا أينما كانوا بعامهم الدراسية الجديدة عسى الله أن يقف معهم عسى الله أن ينير لهم ضربهم ويسر لهم أمورهم لكن هذه الحكومات هذه الشلة هذه الأحزاب هذه القوى التابعة للعملية السياسية تريد عراقا خريبا أميا جاهلا لا علاقة له لا بالتعليم ولا بالعلم ولا بانتماء لبلده على الأسف الشديد أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم شكرا